وسيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة بهذه الكلمات الملكية أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مجدداً على أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطيني ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخلق الحياة وتمنع وصول العلاج بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم كان التأكيد صباحاً في القمة العربية الإسلامية في الرياض ليأتي التنفيذ على عجل في المساء بقيام سلاح الجو الملكي وللمرة الثانية بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 الذي أوشكت إمداداته على النفاذ نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح سعي حثيث وجهود أردنية لا تكل في سبيل إيصال المساعدات الإغاثية للأهل في قطاع غزة بكافة الوسائل براً وجواً وعملية إيصال المساعدات جواً تضاف إلى سلسلة قوافل المساعدات التي سيرها الأردن منذ بدء العدوان على غزة سواء من خلال جسر الملكحسين أو من خلال معبر رفح هذه الإجراءات والطوات التي قاموا ويقوموا بها الأردن أكدت على مد يد العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين عملية إنزال المساعدات الأخيرة قد سبقها تسير ثلاث طائرات مساعدات إلى مطار العريش لإيصالها إلى الأهل في غزة للتخفيف من معاناتهم بالإضافة إلى تسير قوافل برية من الأدوية والمعدات الطبية إلى جانب ثلاثين ألف طن من القمح وخمسة عشر ألف طن من الحبوب بالإضافة إلى مبادرة مركز الحسين للسرطان لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال في قطاع غزة في خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأشقاء الفلسطينيين اليوم لا يوجد فواصل بين مواقف الدولة الأردنية الرسمية والشعبية فالجميع على قلب رجل واحد وبإنسجام كامل خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في مواقفه المشرفة والشجاع وجهده الدؤوب منذ اليوم الأول للعدوان وجهوده الحتيثة لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى الأشقاء الفلسطينيين ويبقى الأردن الداعم والمساندة للأشقاء العربي والعون والقريب في كل زمان ومكان وفي كل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر